وخلونا نتكلم كمان عن مشروع شرق العينات اللي بيعتبر تاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة الأمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان ده غير إن الأرض دي غنية جدا وخالية من الملوثات عشان كده فيه اهتمام من الدولة بتعظيم انتجية وزيادة المساحة المنزرعة في هذه المنطقة صحيح يا بسانتو خلينا أقول إن المشروعات دي ما تعملتش كده يعني صدفة هي تعملت بناء على دراسات وأبحاث لمتخصصين قعدوا سنوات طويلة يشتغلوا على قصة الانتاج الزراعي يشتغلوا على قصة الري يشتغلوا على قصة التربة ولذلك لما نشوف الحصاد بنفرح جدا لأن ده ربما بيجسد كل هذه الجهود وده كان باين جدا في زيارة سيدة رئيس مبارح اللي أشاد أيضا بمنظومة الري الحديث اللي كانت موجودة في هذه المنطقة اللي زادت من الانتاجية وفي نفس الوقت حفظت على كل الموارد المائية في هذه المنطقة خلينا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا عن شرع العوينات إزاي استفدنا من أخطأنا وخلينا تشكى وشرع العوينات مناطق بالفعل خضراء إزاي عملنا منظومة للري منظومة حديثة ما تخضرش المي إزاي خلقنا فرص عمل أشياء كتير جدا حنتكلم فيها بصحبتنا الدكتور علي إسماعيل مدير معهد أخوث الأراضي والمياه الأسبق للحوار حول كل هذه المحاور أهلا بحركة دكتور عبد أهلا بحركة دكتور عبدالفتاح السيسي مهتم بهذا الملف بالتحديد سياد رئيس مبارح خليني أقول لحضرتك افتتح أكيد شفنا يعني موسم الحصاد في شرق العوينات ومصنع البطاطس ليه سياد رئيس مهتم بهذا الملف وإحنا وفرنا قد إيه يعني زرعنا قد إيه من الأمح ودرنا نوفر قد إيه من المحصول فبالتالي أكيد وفرنا من العملة الصعبة أو استيراد الأمح يعني الموضوع ده مهم جدا وإحنا مفروض كمصريين بنفتخر بما يحقق على عدد الصراع في المجال الزراعي وما بتبقى يعني اهتمام الملف الاهتمام بالملف الزراعي هو اهتمام أساسي لوجود سياد رئيس يعني إحنا لما قدمنا له أول مشروع لإستصلاح مليون فدان قال لا مليون مش كفاية رفعوا المليون ونص ثم بعد ذلك وصلنا إلى أربع مليون فدان شوف أبدأيه الطموح لأنه هو كان فيه بعض ونظرة أنه أنت في الآخر خلي بالك أنت في التمانية يعني في 2010 يعني في 2011 أنت كنت 82-83 مليون مواطن نعرض أنت 102-204 مليون مواطن غير الضيوف اللي عندك في مصر كل ده محتاج إيه؟ محتاج غزاء أنت فيه ضغط على الغزاء فيه فجوة غزاء كبيرة جدا فهو كان الملف الزراع أهم من الملفات اللي أولاها أهمية وحطها في صدارة اهتمامات الدولة المصرية منها ملف استصلاح الأراضي فإذا ما ذكرت كده إحنا عندنا مشروعات كانت مشروعات ماشية وفيه مشروعات جديدة يعني مشروعات وقفت وتعصرت مشروعاتهش كواقف وتعصر ومشروع شرق العينات كان ما كانش عمل المرضود يعني لما نقول أن مع 2014 كان كل اللي تزرع في شرق العينات 80 ألف فدان خلي بالك مشروعات شرق العينات بدأ من 97 تشكا وشرق العينات بدأهم في تويتات واحدة تشكا وقف تماما يعني يكاد يكون برضا كهما 70 ألف بعد 25 سنة وشرق العينات قعد لحد سنة 2014 كل اللي تزرع فيه 80 ألف فدان هنرجع نبص بها النهاردة سيادة الرئيس اللي بوجود إيه إن شرق العينات اتزرع فيها 220 ألف فدان اللي هما 22 قطعة تزرعوا به كامل زائد 20 ألف فدان زيادة عن 240 ألف فدان بعد ما كانوا 80 ألف فدان فانت عندك فيه 160 ألف فدان اتزرعوا في شرق العينات جداد من 2014 ل2023 وفيه توجهات ل40 ألف فدان جداد وفيه مشروع تاني اللي هو شبع الغرب العوينات هيبقى فيه حوالي 80 ألف فدان فلما تتصور إن هذه المساحة في أفضل أراضي مصر في أبعد مؤط من أراضي مصر خلي بالك أنت كان شرعنات في الجنوب الغربي لمصر تشكى في الجنوب الشرقي لمصر يعني الاتنين على خط واحد قريب بينهم وبين بعض حوالي حوالي 400 كيلو أو 420 كيلو بين المشروعين فانت لكن في الآخر بتغطي جزء كبير جدا من أراضي مصر هذا المشروع بيشتغل على المياه الجوفية وهذا المشروع بيشتغل على المياه السطحية من النيل المياه دي أفضل وأعزب وأحسن مياه موجودة فبالتالي المنتج اللي في هذا المكان بعيد تماما عن عمليات التلوث في عزل طبيعي في نقاء للمنتجات اللي انت بتنتجها سواء خضار سواء فكهة سواء محاصيل حق دي لكن كان بقى التركيز الأهم قدامنا هو المحاصيل الاستراتيجية يعني هنا التوجه اللي هو السياسي الإرادة السياسية أن احنا ننتقل للإنتاج محاصيل استراتيجية اللي اسمها استراتيجية إليال أمح والدرة وفول السيداني النهاردة جدا بنت شوفت كده الحبوب اللي يشكل عامل يعني احنا أكبر كوتة بتطلع للبطاطس للتصدير بتطلع من شرق الواينات فانت هنا ده كان اهتمام فلما نقول هنا قد إيه هذا الملف وفر قد إيه بقى في إنتاجنا النهاردة لما بارح ستلو يعني السيد رئيس بكسدارة الشركة الوطنية اللي هو توفيق قالك أن احنا من شرق الواينات طلعنا كاقوات مسلحة من شرق الواينات وتشكى نص مليون طن أمح خلي بالسيادتك نص مليون طن أمح تتصور أن كل فدان أمح بكفي غزاء 15 مواطن ل20 مواطن مصري كل فدان فانت لما تتكلم أن ده النص مليون طن يعني أنت بتتكلم في اتياجات 3 مليون مواطن مدة سنة يعني 3 مليون مواطن سيادة الرئيس قالك أن احنا عمدنا إنتاج لمليون طن وأن المليون طن ده ما بنستورده بنستورده بكام 350 مليون دولار انت بتستورد 8 مليون طن يعني بتستورد فوق الواحد واثنين من عشرة مليار دولار كل سنة محتاج قد إيه ده محتاج كل يوم 350 مليون رغيف أنا هعود مع حركة للجانب السياسي الاقتصادي لأذا الأمر لكن أنا عايز أخش معك في الجانب التقني أو الزراع الثاني اللي هو تخصص حركة حركة أستاذ علوم المياه والأراضي وكنت رئيس هذا المعهد اللي هو المياه والأراضي سابق بالتأكيد فيه دراسات اتعاملت على هذا الأمر عشان نستفيد من أخطأنا وبالتأكيد شفنا الأرض عاملة إزاي شفنا طبقات الأرض عاملة إزاي إزاي ححط موسير إزاي ححضر كلمنا عن التفاصيل ربما التفاصيل دي هي اللي حتنور لنا أشياء كتير لما نتكلم في أراضي شرق العوينات حلاقي أراضي رملية هي قلنا بتعتمد على المياه الجوفية فأراضي رملية خفيفة شوية فطبعا إحنا بنعمل إكام أحد أراضي أول حاجة بنزل حاجة استصلاع للأرض على أساس تعمل حاجة نوع اسمه الحصر الاستكشاف أشوف أفضل الأول مناطق تصلح للزراعة فابتدأ أختار هذا المكان على أنه أصلح للزراعة أدور بقى على النقطة التانية المورد المائي هل أنا عندي موارد مائية؟ هل الموارد مائية كافية عشان الاستدامة بتاع المشروع اللي أنا أعمله في هذا المكان؟ بس السؤال وصحح لي لو أنا غلطانة هل الأمح بيحتاج درجة حرارة تبقى مش عالية؟ يعني وده بسبب زراعته في روسيا وأوكرانيا؟ طيب بالتمام صح؟ بس هو ما عندهم أمح ربيعي وإحنا عندنا الأمح الخريفية يعني في فر بس هو في الآخر هو الأمح هي احتياجات برودة بحتاج وهناك بيقعد يجمد أربع خمس شهور في السنة ثم يزوج الجليد يحصل النموه التاع تجد إحنا بنزرع أمح مروي وإحنا الأمح المروي غير الأمح حتى المطر يعني في كذا حاجة بس هو في الآخر هو الصنفولجين واحد يعني عمل لا إيه بقى في القصة؟ فإحنا بنعمل عملات زي ما قولك كده بنستطلع هذه الأراضي ثم بعد ذلك بنعملها حصر استكشافي ثم ننتقل إلى الحصر الدقيق الحصر الدقيق بقى يشوفه عمق القطاع إيه؟ إيه المحاصيل المناسبة لها ثم نعمل التركيب المحصولي ثم نشوف الاحتياجات المائية وبالتالي نقدر نعمل التصميم الكامل للمشروع واحتياجاته من المياه احتياجاته من الخدمات النظام الرأي المناسب ليه كل هذه الإجراءات بتدرس ثم تبتت تشوف ربما يكون القطاع الأرض في طبقات صخرية على عمق 40 سنط و50 سنط أو أراضي ملحية أو 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 فبقى بتقابلني ملوحة بتقابلني نسب من الكالسوم كاربونات العالية في هذه الأراضي طبعا نسب هنا إضافات الماء مختلفة معاملات الأرض مختلفة الخدمة مختلفة فزكاة عندك ملوحة عندك قلوية عندك كاربونات كالسوم عندك طبقات صخرة فبنبتدي نستبعد المناطق الصخرية والمناطق اللي هي ولأينها صلحة ولأين الأراضي صلحة خلاص نبتدي نعمل مشروع نبتدي ننفذ المشروع مع وجود مية أما حاجة يكون معايا مية فأنا بعد ما بحدد هذا الكلام بعمل مشروع وأخططه أبتدي أستخدم النظام الرأي المناسب بأيضا من النظام اللي هو أرفع به كفاءة استخدام المية لأعلى مستوى من الكفاءة وفي نفس الوقت أنت بستخدم بقى أبنات الأرصال الجوية والمناخ اللي موجود في المنطقة وتحسب كمية المية اللي بتضافيهم يعني النبات لما بتزرع في بداية لموه يختلف احتجاجات مية قليلة حالة معاينة بتدفع فأنت المفروض بتبقى حاسب كل احتياجات حاسب احتياجات السمادية لكل محصول من المحاصيل دي بتضيف له الأسمالة إزاي فدي نظم بتساعد على النهاردة بتطور بيها نظام إدارة المسرعة النهاردة بتستخدم بيانات الأقمار الصناعية بتساعدك في هذه المناطق المناطق دي بعيدة فأنت بتستخدمها بتستفيد بيها في إدارة منظومة اللي هي إدارة الأرض والمية للحصول على أعلى إنتاجية طبقاً اللي إنت مستهدف للمحاصيل اللي إنت عايز تزرعها لأن إنت بتحط في كل منطقة تركيب محصولي مناسب يعني إنت النهاردة لما بتنص في شرق الأواينات وتشكى عندك أكبر مزرعة نخيل 40 ألف الده النخيل اللي في المنطقة دي إيه تحمل الجفاف الظروف البيئة كويسة وبالتالي إنت بتطلع تنور على مستوى عالي في هذه المناطق اللي هي البكرة المناطق النظيفة اللي ما فيش فيها نوع من التلاوث فطبعاً إنت لما بتدير هذا المشروع أعرف كويس جداً إنت بحتاج إيه فهنا هتنجح هتلاقي بقى مشاكل يعني هتلاقى شوف يمكن برضا كانت تشكى بدأت توقف حيث لأن تشكى كلها كانت 70 ألف فدان وقبلة الحقيقة عدت لهذا المشروع في وجود سيد الرئيس إن في الآخر النهاردة إنت بتوصل ل700 ألف فدان هتخلصهم في تشكى زي للتلتوية ألف في شرق لو هنا دول مليون فدان المليون فدان هتصور لما تسرح 60% منهم ما يطلع عده إيه